نرحب بخابرنا التحكيم المتميز كابتن ناصر عباس مشرفني يا كابتن متاحات ليك يا بلعنى متاحات الكل مشاهدي قنات نادل أهل في كل مكان ايه الأخبار بأخبار التحكيم النهاردة ايه؟ أولاً فرصة كابتن أيمن ان احنا النهاردة قبل المباراة بنتكلم على جاك ندالة اللي هو الحكم النغولي اللي هو حيثير هذه المباراة ونمكن عمل فرق ما بين الحكم النهاردة والحكم الموريتاني ده حنبيت يعني لو جبنا حتى الصورة كده ونشوف حتى الصورة ايه الفرق ما بين اللي تنا كابتن أيمن مهم جداً يعني نيجي اتكلم على أصدر لك الفرق في الشخصية ولا في الإمكانيات خمس عناصر اللي كابتن حقق حكلم فيه خمس عناصر حبق بالشخصية زي ما حدق قلت كده فضل الشخصية التحكمية الحكم من غير الشخصية التحكمية ولا حكم دي مهمة جداً جداً الشخصية التحكمية اللي اللي خليك تتحمل الضغوط بيخليك تتحمل كمان نتيجة المباراة بيتبقى عندك مسؤولية لولا الشخصية التحكمية مش هتعرف تحكم جاك تشاك ندالة عنده شخصية تحكمية شوفنا دحان بيدا الماشي اللي فات قد ايه اعتراض اللي عابين في المباراة ولم يتخذ ايه قرار معهم ودي كان الفرق ما بين ندالة ودحان بيدا حقول لك على المبقى جا مهمة جداً جداً ندالة حكم دولي من 2013 يعني عشر سنين في القائمة الدولية عشر سنين عشر سنين عنده 37 سنة دحان بيدا دولي من 2018 خمس سنين ففير الخبرات ما بين العشر سنين وخمس سنين اكيد طبعاً خبرات حضرتك رائبت وندالة اه اه يعني الحكوم دي كلها كابتن احنا رائبناهم الحمد لله ولكن بنكلم على ندالة شخصية تحكمية موجودة في فرق كبير جداً جداً هو ده ندالة ندالة لعب مشهات كمان صعبة قوي قوي كابتن ايمن صعبة الخبر دي بتديك ايه ثقة بالنفس بتخليك في الملعب تبقى واقف على رجلك كمان اشهر البطاقة وده مهم جداً جداً مش كل لعبة بتروح عشان تفرش شخصيتك لا هو بالشخصية ممكن يتلاشى البطاقة نتيجة هو موجود قناعات اللعبين اعتقد اعتقد مهمة جداً جداً عندنا ده ندالة قناعات اللعبين موجودة ليه زي ما وطاعتك هو حكم قدار مباراة كتيرة في تسفات أمه أفريقية بطولات أفريقية كتيرة عنده من الخبرات انه هو النهاردة يكون موجود في المباراة بشكل كويس كويس هسأل لك سؤال في جزء معين احياناً بعض الحكام اللي هم المتميزين شوية يقولك انا افرض سيطرتي من اول المباراة بان انا اطلع انظار سريع عنده الجزء ده او نقطة دي ولا ندالة بيشتغل بالمباراة بالمعايير يا كتن اي يعني ايه معايير البطاقة ما تطلعش هلف معادها يعني مش بطاقة تطلع كده للشهرة كل الكلام ده بيشتغل بنادالة النقطة المهمة اللي جاية جدا وهي التوقع ازاي الحكم يتوقع وازاي عنده زاوية ترواية كويسة وازاي يتواجد في المكان اللي بيقدر ياخد القرار هو دي عنده يعني ندالة عنده التوقع يروح في المكان والتركيزة كتن ايما المهمة وكان لا يقرب لكده ما عنديش فكرة بس هو من خلال متابعته لي في المورات اللي سابقة لأ هو محضر نفسه دايما دايما دمي محضر نفسه للمباراة تركيزه عالي جدا من البداية لنهاية خلي بالك ده كلام قبل المباراة اي انما انا ما بنجمش ممكن في المباراة يحصل حاجة ولكن انا بكلمك مجمل الفرق ما بين ندالة ودحان بيدا النقطة المهمة جدا اللي جاية التركيز اي يعني التركيز ده مهم جدا داخل منطقة جازة كتن احنا شوفنا المشي اللي فات صحيح دحان بيدا بينه من الحالة خمسة يرضى والرؤية واضحة جدا مميش حد بقى حاجة بقى اي حاجة طيب انت مشوفتش انا ما عنديش مشكلة او ما ركزتش ما عنديش مشكلة ولكن لم يجي هنا كتن هنا بقى ايه كتن هنا لحلو بن مرهام الحكم الجزائري اللي هو كان على الفار اي حكم انا بحي لحلو اللي سدعاء حالة من الحالات بص كتن هنا القدم اليسرى بتركل والركل واضح هنا رجل كهرباء اولا لم ينجح في لايب الكرة صح وبالتالي ركل واضح جدا جدا عندما زعب الحكم للفار شوف كان عنده ثلاث فرص فرص يحسب بصف هو فينا يا كابن بقى هو فين صح يبعد عن الكرة فين يعني الرؤية واضحة جدا هنا مش قول حاجة اغير حاجة عنده تقدير خاطئ او ما فيش تركيز هنا عدم احتسابه للحالة دي كابن ايمن حاجتين اتنين يا التركيز فقده يا عنده تقدير خاطئ انما اشلت منه حت التعمد لا 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 مفيش نية متعمد لا يا كابن مفيش تعامد دي مبارا حضر فيها دي مكانيان حضر فيها انفنتين وكولينا صعب اللي جاية بقى جات لك فرصتين الكهرباء رح له شرح له الحالة صح قال له انا حصل واحد اتنين ثلاثة ما افت مش مشكلة هنقول ما فيهمش المكهرباء هنقول ما فيهمش المكهرباء او مش مشكلة ولكن النهاردة الميرفور يجيبك في هذه الحالة كابتن انا بقول لك حالة راكل اذا اسهر راكلة جزاء موجودة لم تحتسب الكهرباء المشكلة هنا كابتن ايمن عارف ايهي هذي المباراة او المباراة فاصلة او مباراة يحدد عليها دي مؤثر وهذه الحالة تؤثر في نتيجة المباراة ولكن منقول يا جماعة التحكيم لابد ان يكون فيه حكم قادر على ان هو يحمي اللاعبين ويوفر لعدالة التحكمية ليه الفريقين مش لفريق واحد المشكلة اللي جاية تبقى صعبة اولا نتمنى نتمنى ان الحكام اللي عندهم خبرات يدولوا المباراة اللي جاية كابتن كويس سؤال اخير يا كابتن احيانا الحكم في بعض الحكام بيعرفوا يمتصوا غضب اللعيب اللي قدام واحيانا بيثير اللعيب اللي قدام السؤال المهم تبقلك على حاجة فضل وهدف على حضرتك حاجة اوي واحيانا بعض اللعبين يعرفوا ازاي يكسبوا الحكم طبعا دي مهمة طبعا جدا ازاي انك انت تخلي الحكم يتعاطف معك يعني حكام كابتن احيانا ايضا يتعاطف مع اللاعب مش عشي خاطر هو بيعترض ولكن هم شايفين ان في حترام بجراراته وبالتالي ازاي الحكم وازاي اللعبين دي النظر المباراة ما بين الاتنين اللي عنده القدرة انه هو يجيب التاني عنده مهمة اوى 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 طب ندالة عنده القدرة على ايه الندالة محتاج ان هو الامور بالنسبة للعبين تبقى فيه التزام في الملعب يعني هو عنده يعني هو عنده خروج لو الخروج عن النص لأ هو بيبس تلاقيه القروج بتطلع بتطلع مباشرة بتطلع مباشرة ولكن انا بقولي النهاردة يا رب يكون كلامي المباراة بالنسبة له ستبقى كويسة اعتقد حيبقى فيه عنده توقع الامرزارات هتطلع بحسابها حيبقى عنده تركيز عالي اوى اوى خاصة ان هو عارف ان ما حدث في المباراة الصفقة و ايه اللي حدث فيها و خطأ تحكيمي النهاردة انا دالا اعتقد يا رب يكون عنده حسن نظننا كلنا و يقدم مباراة طاليك بيه كحكم عنده خبرات هي العين عليه او العين على كل الحكام ولكن حضرك بتقول حتى لو حكم اخطأ عن غير عام ولكن هي بتبقى امكانيات ولا تأدير كابتن دي فيه حاجة مهمة جدا بمناسبة كلامك اي مجرد الحكم بيروح للفار هنا التقييم بينقص تقريبا من 3 من 10 او 4 من 10 ليه ليه المفترض انك انت كحكم الفار هي وصيلة مساعدة في الحالات الصعبة جدا 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 اللي بقى كابتن ايمن جاي من نص المرعب التاني بعيد قوي مش متأكد معنش تفاصيل او راح في زاوية مش شايف هنا البار وظيفته انه هو انما لم تبقى انت موجود ومش عارف تاخد القرار لقى انت عندك مشكلة في التقدير الفني والمعايير الفنية فيه ودي تقلل من تقدير العام للحكم بالظبط كده كابتن نخلي بالك هو عند وراك الجزاء واعتقد المرائب او المقيم كتب في تقريره احنا قرينا كده اه والمهم كابتن ايه انت ما عندكش مبرر انا جماعة حكام اليومون دول خلي بالكم انتوا اكثر حظا من اي حكم مبل كده صحيح ان انت عندك وسيلة الفار مساعدة بتجيبك وبتحق اخطائك ولكن الغريب البعض النهاردة بقى في زاهرة غريبة مش بس عنده وبرا بيروح للفار ويرجع مصمم على قراره سببها ايه يا كابتن هو هو في اغلب الاحيان المفروض ان انت بتاخد برأي الفار مزبوط هو الفار وسيلة مساعدة كويس القرار ليك انت كحكم لا انا عارف طبعا بس بقول الاغلب انك بتاخد دي لانه دي ما شفتهاش كويس في الملعة فبتاخد بيها انما في ناس بتصمم ان هي تحس ان هو لا انا مش مقتنع بديه خالص مع انه ممكن تكون واضحة جدا للجميع بص عنده حاجتين فضل يابي خاف ينقص ودي مشكلة وهنا يجب على لاجنة الحكام تقوله ما تقنقش يعني عايز يتمسك بقرار يتمسك بقرار عشان هو يقول انا صح لا من فضلك لازم ان دي تتوصل للحكم ما تقلقش لما تروح الفار وترجع هو الفار موجود وانت موجود لتحقيق العدالة كابتن ايمن ما بين الفريقين مش ان انا اقول انا موجود او انا قراري الافضل لا الافضل هو ان احنا نوصل للعدالة التحكمية ده اللي احنا نتمنى كمان عندنا اي في دور محلي ودي قصة كبيرة مش هنكلم فيها الوقت ولكن انا بقول النهاردة فرصة ندالة تحكم كبير عند خبرات وفر كل ما هو يخليك شكلك النهاردة تدير المباراة بشكل حتى تعود ما حدث في المباراة السابقة ما بين الاهل يوسمى فيه مع دحن بيت طب اخيرا توقعاتك لأداء ندالة النهاردة قبل المباراة طيب ندالة النهاردة اعتقد اعتقد النهاردة هو هادي جدا هيبقى هادي اخطاءه هتبقى قليلة اوي 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 وانزاراته زي ما قلت حقيتك هتبقى قليلة تبقى للحالات اللي تستوجب البطاقة دي مهمة هيبقى عنده توقع وعنده قراءة للعب اتوقع النهاردة هيتواجد في الحدث اللي قبل دانية عنده هتبقى بنسبة 80% من تحمل عام من تحمل سرعة سرعة قصوة هتبقى عند النزوم عشان يتواجد في الحدث نتمنى نتمنى الكلام بتاعي يكون صحيح حكامتون ايمن نتمنى وفي نقطة مهمة برضو معلش هضفها لازم اللعيبة تساعد الحكم بالضبط بالضبط خلي بالك دي محاضرة تتقلل اللعيبة ازاي تكسب الحكم وامتى وامتى تضغط على الحكم امتى امتى تضغط اللعيبة محتاجين فيها محاضرات جدا جدا لان الحكام مش كلهم شخصية واحدة تضبوط حكام فرقات فردية ممكن تضغط تضغط بس تضغط طبعا في ملاحظة وتاخد حقك مش عكتر من حقك شكرا جزينا كابتن ناصر شرفتنا ولينا القائم بعد مبارا ان شاء الله بإذن الله ونتمنى طبعا كابتن نايمان في النهاية التوفير للأهل النهار يا رب ان شاء الله يسعد وبنأتيك كويسة وبعداء كويسة بإذن الله رب العين